إذن ينضم إلينا الحديث أكثر حول هذا الموضوع مباشرة في هذه اللحظة يعني ضيف مثير جدا للاهتمام وخصوصا في هذا التوقيت الأستاذ خالد يوسف المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب المصري مباشرة من باريس أستاذ خالد أهلا بك وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة والانضمام إلينا نتعرف على وجه الاعتراض لديك كان هناك العديد من التعديلات مطروحة وعديد من المقترحات للتعديل مجمل التعديلات كانت المشكلة أم فترة الرئاسة تمديد فترة الرئاسة على ماذا اعتردت تحديدا أستاذ خالد يعني أنا ما كانش في أسوأ كوابيسي أتصور أنه كان ممكن حد يزج بهذه التعديلات مجتمعة لأن ولا تعديل واحد ممكن تقدر تقول عليه أنه فيه تقدم للأمام بمعنى لما تيجي تتكلم على مدد الرئاسة أنت تكلمت عنها في تقريرك أنت تتكلم عن حاكم ندستر حكم الفرد بشكل دستوري وبشكل قانوني للأبد حتى بعد الرئيس السيسي نحن جدت عمدنا رئيس يمتلك كل الصلاحيات على السلطة القضائية يمتلك كل الصلاحيات المطلقة اللي هي دايما نقول السلطة المطلقة مفسدة مطلقة أنت تتكلم على ضرب في عمق الفصل ما بين السلطات أن رئيس السلطة التنفيذية هو اللي يعين رئيس المحكمة الدستورية هو اللي يعين النائب العام وهو اللي يعين رئيس مجلس الدولة هو اللي يعين كل رؤساء الهيئات القضائية الكبرى بعد ما كان المحكمة الدستورية مثلا العليا اللي هي أهم أو أكبر محكمة في البلاد أو أرقى محكمة في البلاد الجمعية العامية بتاعتها هي اللي بتنتخب رئيسها دلوقتي المسألة كلها بقى السلطة التنفيذية هي اللي بتعين السلطة القضائية حتى مجلس الدولة مادة مجلس الدولة اللي كانت بتراجع العقود بتاعة الدولة وهي رقيبة على العقود لغى المراكبة المجلس الدولة على العقود وخلها السلطة مطلقة في يد السلطة التنفيذية تفعل ما تشاء في عقود الدولة وليس من حق حد كمان أن يطعن إلا صاحب المصلحة يعني الشخص اللي عمل الاتفاق مع الدولة هو اللي من حقه اللي هو ممكن يبقى قراشي مثلا أو ممكن يكون استغل أي نقطة فساد في موظف عام ده مش من حق حد يعمل طعن أنت بتتكلم على كمان هذا الجيش العظيم اللي هو باقي في وجدان الشعب المصري وسيظل باقيا كمدافع حقيقي عن هذا الشعب وعن أرضه بيزج به في السياسة ويجعله متدخلا في العملية الديمقراطية والسياسة ورقيبا عليها يعني بتدستر تدخل الجيش المصري العظيم في السياسة اللي هو في النهاية مش موضح خلاف الجيش المصري فانت بتدخله في أمر فيه خلاف السياسة طول عمرها حمالة أوجه وأراء مختلفة انت بتدخل هذا الكيان العظيم اللي احنا كلنا بنعتز به في أمر ليه عليه جدال وعليه خلاف كل النصوص اللي موجودة تفصيلاتها بتصور أنها يعني ليست ردة على ما قبل 25 يناير ولكنه ارتداد بالبلاد إلى عصور وسطة نحن نتحدث عن مبادئ دستورية أنا كنت عضو لجنة الخمسين اللي صاغت هذا الدستور وعليهم أن يرجعوا فيه لمضابط هذه اللجنة عندما تحدثنا عن المادة 226 وحصلنا المواد المتعلقة بالحقوق والحريات ومدد الرئاسة كي لا يجيء أحد يلتف عليها وقلنا هذه المادة بتمنع أي سلطة من تغيير هذه المادة إلا بمزيد من الضمانات عشان نضمن عملية تحول ديمقراطي حقيقية محدش يلتف عليها مثل ماذا ما هو المطلوب لتمرير في حين أن المضابط تقول نعم ما هي الضمانات ما المقصود بضمانات يعني المادة 226 المقصود بالضمانات يعني لو أنت جاي تقول مثلا عايز تغير مادة في باب الحقوق والحريات بمزيد من الضمانات للمواطن ممكن تغيرها لكن بتقليل الضمانات لا تستطيع أن تغيرها ده كان فحوى المادة وكان النقاش في لجنة الخمسين حوالين كيف يمكن أن نقدر نغل أي يد عن العبس بهذه المواد اللي هي مكتسبات الثورة هم زعلانين قوي أن من حد قال من زميننا أنه ده باطل دستوريا هو لو لم يكن باطل دستوريا فهو عدوان على حق الشعب المصري اللي اكتسب هذه المكتسبات بدمن وبعناء وبخراب اقتصادي وبانفلات أمني قعدنا سنوات بنحلم باللحظة اللي نتحول فيها ديمقراطيا ونبقى زي بقية الشعوب فإذا بهم يقولوا إحنا مش زي أمريكا ولا زي إنجلترا ولا زي أي بلد أوروبية وإحنا شعب متخلف لا يصح له الديمقراطية ويصح لنا بس حكم الفرد وهذا كلام غير دقيق تمام ولكن لماذا يجب التعامل مع الدستور بقدسية أستاذ خالد لا تحتمل المساس دستير العالم كلها تتغير يا أستاذ خالد واليوم هناك موافقة من البرلمان هل هذه النظرة اليوم من قبل يا صديقي الدستير ليست لها قداسة ولا يستطيع أحد المساس بها لكن المبادئ الدستورية اللي هي فوق الدستورية اللي موجودة في كل البلاد وهي ضمانات الحرية وضمانات العدالة لا تستطيع أن تغيرها أو تنقد عليها لا تستطيع أن تعمل دستور يؤسس لحكم الفرد مرة أخرى لا تستطيع أن تعمل الصورتين ليه الشعب المصري صار على حسن مبارك من أجل ماذا من أجل هذا التمديد اللي قاعد 30 سنة وقلنا خلاص هم فترتين لأي رئيس يأخذ مدته زي ما هو يأخذ مدتين يأخذ فيهم فرصته كاملة في تطوير البلاد وضخ دماء جديدة إذا بنا دلوقتي نقول لا إحنا هنرجع تاني لما قبل 25 يناير وياريت الدستور ده هيبقى زي دستور 71 ده أنت عندك فيه صلاحيات مطلقة للرئيس السلطة التنفيذية أنا رأيي مش ردة على 25 يناير ولا ما حدث في 30 يونيو ولكن ردة للعصور الوسطى أنا متصور يعني أنت لم تعد تعتبر 30 يونيو امتدادا لـ 25 يناير بعد الموقف الذي أنت فيه تحديدا اليوم أستاذ خالد لا بص صديقي أنا راجل بعرف أفصل كويس أوي 30 يونيو صورة شعبية بامتياز وسأظل أقولها لو نكل النظام بي أكثر وأكثر ما يحدث الآن هو ارتداد عام 30 يونيو قبل ما يكون ارتداد على 25 يناير 30 يونيو كانت صورة شعبية واللي بيقول أننا زورت في تصويرها ده كلام غير دقيق الملايين نزلت والشارع في صورة شعبية حقيقية كانت إحدى الموجات الكبرى لصورة 25 يناير ده لا فصال فيه ولا يمكن إنكاره أما ما يحدث الآن هو ارتداد على 30 يونيو وارتداد على 25 يناير هل ستعود إلى مصر أنا عمري ما هكفر بالنضال الشعب المصري الشعب المصري العظيم اللي نزل في 30 يونيو بعشرات الملايين تمام هل ستعود إلى مصر وتعارض من الداخل بإذن الله أعود وليكن ما يكون فكرة أن أنت بكل تأكيد أعارض على فكرة أنا لا أعارض الآن من الخارج أنا كنت أطلع في قناة الحرة والبي بي سي وكل القنوات الأجنبية وأنا موجود داخل مصر هنا كده مش معارض من الخارج متى ستعود؟ في مصر بنعمل نفس الحكاية وبنطلع على قنواتك من داخل المصر قريبا بإذن الله لما يوجه لي بس اتهام حتى هذه اللحظة لم يوجه لي اتهام فأنا مستني الاتهام اللي هيوجه لي وسأعود بإذن الله بعد هل لديك أي تنباء عن أن اسمك على قائمة رقب ووصول؟ هل في استشارة قانونية؟ ماذا تتوقع أن يحصل معك برأيك أستاذ خالد؟ لا على الإطلاق أنا ما زلت حتى هذه اللحظة عدو مجلس النواب لدي حصانة لم ترفع بعد لم يتقدم النائب العام لمجلس النواب برفع الحصانة وبالتالي اسمي ما لهوش لسه لا تركب وصول ولا غيره وأنا مع دولة القانون وأنا نفسي يطبقوا القانون لو عايز تتكلم يعني في موضوع مختلف عن اللي احنا نتكلم فيه أنا نفسي يطبقوا صحيح القانون ويجيبوا اللي نشر هذه الفيديوهات من سنة 2015 اللي هو ثابت بتقارير من وزارة الداخلية تقارير فنية بتثبت من هو الذي نشر هذه الفيديوهات وحتى هذه اللحظة اللي تقدمت من أكتر من ثلاث سنين ونص حطينا قدينة على اللي نشر هذه الفيديوهات والدولة لم تتحرك حتى هذه اللحظة للأبد عليه أو التحقيق معاه ده هو مربط الفرص ما حدث معي كله من أول من الأول للآخر كله مخالف للقانون يعني أنت ترى بأنه اللي ارتكبوا أصلا مخالفات للقانون ما زالوا بيرتكلم هل تقول بما جرى معك تحديدا اللي ارتكبوا مخالفات قانونية وهي نشر الرزيلة ونشره أه تتهم مين أستاذ خالد نعم نعم تتهم من مش سامع السؤال بعد إذن حضرتك تتهم من بنشر الفيديوهات أنا حتى زي اللحظة متى السلطات المصرية أيوة خلاص فهمت ماشي أنا بتهم اللي لم يقبض على نشر الفيديوهات هي السلطة المصرية السلطة المصرية عندها بلاغات رسمية موسقة بتقارير فنية من وزارة الداخلية بتقولهم اللي نشر الفيديوهات دي أول واحد نشر هو فلان من سنة 2015 وحتى هذه اللحظة لم يتم إجراء ضده ويبقى السلطات المصرية هنا أجهزة الأمن لماذا لم تتحرك للقبض على هؤلاء الأشخاص اللي أنا ثابت ضدهم أنهم منشروا هذه الفيديوهات هنا مربط الفرص الخلاف كله بيني في القضية دي هم أرادوا أنهم يعملوها قضية أخلاقية فيها خروج على الأخلاق وفيها نشر الرزيلة عشان يبقى كلامي عن الدستور اللي هو كان سابق على نشر هذه الفيديوهات بالكسافة المطلقة اللي حصلت خد بالك أنه حصل مئات الألاف من الأكاونتات في لحظة واحدة بتنشر الفيديوهات مئات الألاف من التليفونات بتبعت لكل الواتس آب بتاع مصر وكل التليجرام وكل التطبيقات كانت حملة ممنهجة لجعلها قضية رأي عام ثم يخرجوا يقولوا أين بقى الحفاظ على الشرف والحفاظ على الأخلاق وهاتوا هذا الرجل المتحد بالكلام هذا كلام كان مخطط جيدا وانا لما نشرت البيان الأول خليني في نقطة سريعة في الإعلام المصري ظهر وقت الانتخابات البرلمانية لدى الرشحك لأول مرة أرهاصات يعني وصور ثابتة قيل إنها من الفيديوهات خاصة بك وقتها دفعت أنت وقلت بأن هذه مؤامرك لتدخل البرلمان دخلت البرلمان ونجحت من المرة الأولى أنا ذاك اختفى الحديث توقف الحديث عن الفيديوهات لفترة طويلة عاد مرة جديدة هل كان هناك صفقة ما أنا ذاك هذا تساؤل من الشارع المصري وتساؤل في الصحافة أستاذ خالد هل هناك صفقة لتوقف ما يجري الآن أستاذ خالد مخطط على الإطلاق على الإطلاق يا صديقي العزيز أنا عندما نشرت هذه الفيديوهات أنا تقدمت بالبلغات والموضوع اتلم لأنهم لقوا أن اللي نشر الفيديوهات ده لابد أن يحاسب فالموضوع دخل التلاجة وراكنوا الموضوع ده اللي حصل أنا لو حصل بيني وبين النظام صفقة ما كنتش عاردت تيران وسنافير بهذه الكوة ما كنتش عاردت النهاردة التعديلات الدستورية ومن قبل ما ينشروا هذه الفيديوهات أنا أعلمت بياني الأول في رفضي للتعديلات الدستورية ثم بدأت بعدها هذه الحملة وارجعوا لتاريخ بياني في رفض الدستور وارجعوا كمان لألفين وستاشر عندما بدأوا المحاولة الأولى في تعديل الدستور وأنا طلقت في قناة الحرة وطلقت في البي بي سي وطلقت في كل القنوات المصرية كمان وقلت أن دي محاولة للارتداد على مبادئ صورة 25-30 وأعلمت موقفي أصلا من ساعة من 2016 أنا لم أتنازل عن موقفي منذ 25 يناير ولا طيلة حياتي تنازلت عن موقفي المبدئية ولن أتنازل مهما عمل ومهما نكلوا بي تمام وما زلت تنفي حقيقة هذه الفيديوهات كيف ردت فعلك لما شاهدت من تحقيقات مع من وردت أو ورد ذكرهم بالفيديوهات أستاذ خالد كيف تقيم ذلك يا صديقي أنا قلت قلت الكلام ده وأقوله لك مرة تانية الإعلام المصري كله طلع في تصريحات على لسان هؤلاء السيدات التي أبض عليهم وتقال كده رسميا أنهم قالوا أننا هددت وبتزيت وأنهم كانوا قصر جمعوا لي كده شوية جرائم تديني إعدام مش مؤبد ثم بعد شوية بصيت لقيت تحقيقات النيابة فيها كلام تاني لا ده فيه حب وفيه غرام وفيه جواز وفيه أنا حتى هذه اللحظة معرفش إيه حقيقة اللي هما بيقولوه لما يوصلني كلام رسمي من النيابة هرد عليه النشر محظور في هذه القضية بقرار من النائب العام وأنا محترم قرار عدم النشر حتى تظهر حتى يعني حتى تظهر نتائج التحقيقات ويوجه لها اتهام رسمي أو يفك الحظر من قبل النائب العام شكرا لك من باريس المخرج السينمائي وعضو مجلس نواب المصري خالد يوسف شكرا جزيلا لك